موسيقى الأورسة كانت لازم كل اسبوع يجيب بجلد سنين و تسليمي ثمان عشان الأطفال فعلا يبتدي يلموا و تكاوهم في الخلاة هذه المجالات و طبعا بجلد سنين و هيدا جيزة و تيكي أعظم الأعمال الأسلامية و العملية الاخرية التي نشتبه فيها مثلا من حوالي 12 عمل فكونا تمتكس فيما تمتكس شيء مهم جدا لولادنا طاحين عشان فعلا بنا علمه من خلال إسراء فإن أنا الجميلة هيندى عاكم براحة بيكي معي النهاردة على الهلال اليوم و منورنا أهلا ببيكي وأهلا بالهلال اليوم منور احتفالية مجلة سمير كلميني النهاردة عن تواجدك في الاحتفال السنوي لمجلة سمير وطبعا سمير من المجلات العريقة جدا 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 من إصدارات درير الهلال نحن متربهين عليها أساسا سمير وميكي حقيقي النهاردة يعني أول مرة أحدر معامل احتفال السنوي كنت سعيدة جدا بفرحة الأطفال وهما بيستلموا الجوائز بتاعتهم يعني هم مثلا من كراء سمير وكانت فيه طبعا المسابقات والجواز اللي بتتعامل عارفة الطفل لما بيستلم جايزة اللي عمل مثلا خصوصا لو حاجة مثلا هو عملها بقراته فبتبقى جميلة جدا بالنسباله بتتديله أمل بتتديله عارفة قيم ومبادئ إن هو فعلا يبقى من شباب المستقبل ومن رجال المستقبل بيبقوا متعلمين بقى عارفة أنت اللي هو سمير طبعا طول عمرها بتحكي حكايات جميلة يمكن النهاردة أتكلمه على بعض القصص اللي موجودة في سمير بتنمي الزكاء بتعلم الأولاد المبادئ القيم يعني عارفة اللي هو فعلا فكر بتنور فكره بتوعي العقل فأنا سعيدة لإن كانت فيه فترة كده الموضوع هدي شوية بصراحة بعد طبعا الرئيس عب فتاح السيسي داهم الضوء وقال لهم لازم تبتدوا تهتموا بالطفل لإن فعلا فيه فترة زمنية ويمكن دا من أسباب المشاكل اللي إحنا حصلت لنا قبل كده إن انت عدم الاهتمام بالطفل فالطفل دا بيبقى شاب فبالتالي شاب دا لما بيجبر التصرفاته بتبقى نتجه عن كل بقى الماضي القيم المبادئ اللي تعلمه إذا كان يتعلم قيم أو مبادئ أو ما تعلمش فطبعا يعني أعتقد إن فترة دي مجلة سمير بقت فعلا لها قيمة طبعا دكتورة شهيرة والأستاذ غيالي عاملين جهد كبير جدا حتى شكت المجلة دلوقتي اختلف الألوان فيها الورق اتباعة كل دا بيخلي الطفل فعلا يحوش من مصروفه ويقول أنا هنزل أشتري المجلة ممكن الطفل الأول يتفرج على السور بعدين يبتدي يقرأ والدوت وتقراره فيحب الكراءة من خلال المجلات بتاعت الطفل وزي ما قلنا مجلة سمير لها يعني باع وزمن كبير جدا أنا نفسي متربي عليها كما انت قلت كلنا متربيين على مجلة سمير وأكيد لنا زكريات معها عايزة عرف هند عايك في زكرياتك أي مع مجلة سمير والله كده نخرج المدرسة نقعد ندور عليها بقى ونشوف مين اللي هيقرأ والكصص وتاني يوم نقعد نحكي مثلا الكصة اللي احنا عارناها عشان ايه نشوف مين اللي قرأ ومين اللي ما قراش فكانت تبقى حاجات جميلة جدا لو العدد ما كناش بنلاقيه كنا بنبقى زعلانين ناخد مثلا من أصحابنا في المدرسة طب هتوليني بكرة أراها يعني حاجات كده يعني فالذكريات لطيفة كلها فاك أول عدد اشترتيه كان بكام؟ هو بصي لا مش فاكرة كان بكام بس أنا عارفة ان هي كانت بقروش يعني وربع جنيه ونص جنيه أنا كنت فاكرة يعني خمسين قرش وجنيه والحاجات دي ده ده موضع مؤخرا كمان خمسين قرش دي كانت يعني ممكن يكون عندي عدد بخمسين قرش حتاك بس يقولي زمان كانت بثلاثة سياغ وخمسة سياغ وحاجات كده يعني النهار ده وخمسة جنيه ايه العدد اللي كان معلم معاكي قوي في مجلة سامير وأكتر عدد فاكرة لغاية دلوقتي لا بصي مش هقولك ايه بس في حاجات كتير يعني عارتها وفي حاجات كتير يعني عارفة ممكن أصل هو الطفلة اللي بتيجي يتربيه هي التربية طريقة واحدة بس بيتوصلي له المعلومة ازاي ممكن أنا أحكي في مجلة سامير قصة أحكيها مثلا النهار ده وأحكيها مثلا من 3-4 سنين وأحكيها مثلا من 5 سنين وأحكيها مثلا بعد 5 سنين هي هي القصة لأن أنا بعلم الطفل يعني عارفة مبدأ بعلمه حاجة معينة بعلمه الإبداع في أطفال خلي بالك بتبقى فنانين من خلال مجلة سامير وميكي فطبعا يعني أنا بحييهم على المجهود الكبير اللي يعملوه وقاموا به في الفترة الأخيرة ترجمة نانسي قنقر